السلام عليكم معاكم أخوكم محمد لنصاري في هذا البودكاست سأتكلم عن حركة السوق وشن اللي صار من تاريخ 19-6 لغاية 23-6 بالبداية سأتكلم عن مؤشر الدولار الأمريكي بالاستتاح الدولار الأمريكي مؤشر الدولار عند 102.24 أما أعلى سعر فسجل الدولار الأمريكي هو 102.78 أما أقل سعر فوصل عند 101.48 ورد الإغلاق عند 102.50 هذا بنسبة حق سعر أو مؤشر الدولار الأمريكي نروح الحين على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي وشنو اللي صار بالحركة لأسبوعية بدون أن يتمل الثنين كنا من توقعات وصول اليورو لغاية 1.10 فكان هدفنا عند العشرة 1.10 فكان الافتتاح عند 0.935 1.0935 أما أعلى سعر فوصل له اليورو مقابل الدولار 1.1012 أما أدنى سعر فوصل عند 1.0844 أما الإغلاق فكان عند 0.9890 هذا بنسبة حق زوج اليورو مقابل الدولار ووصل الحاجز العشرة ووصل الحاجز العشرة رح نروح على الذهب عندنا الذهب سجل أول شيء بالافتتاح عندنا سجل 1.957.95 أما أعلى سعر وصل له فهو 1.958.73 تارفين ارتفع فقط دولار واحد ومن بعدها شفنا هبوط الذهب هبوط غوي ووصل لغاية 1910 أما الإغلاق وصل عند 1920 فهبوط الذهب كان هبوط جدا قوي أو ما نسمي حنا هبوط الرالي اللي صار في الذهب والله يفوكم إن شاء الله وقواكم الله موسيقى